بسم الله الرحمن الرحيم حبيبي طالبت وطالبات التعليم الاساسي عاملين ايه يا حبيبي خبار الاجازة ايه ان شاء الله في فترة الاجازة قررت ادارة القناة ان هي تحاول ان انتم ما تنسوش يا اولاد تنسوش القواعد النحوية طبعا احنا بننسى بناخد نص فبننسى المعاني بتاعته بناخد درس قراءة بننسى للاسف عندنا مشكلة مشكلة الاجازة لان احنا بناخد الدرس عشان نخش الامتحان فادارة القناة فكرت يا اولاد نعمل ايه فنعمل فقررنا نعمل يعني برنامج اسمه نحويات بيعمل ايه ده يا اولاد بيساعدكم في ايه بيساعدني ان انا اعرف اهتم باللغة العربية بتاعتي كويس يا اولاد واعرف اتعامل باللغة العربية في حياتي حضرتك لسه مع الاساس الفاضل كنت بتتعلم ازاي تكتب الف الوصل وهمزة القطحة تكتب الالف بالهمزة ولا من غير اعتزب لغة يا اولاد احنا لغتنا اللغة العربية من اهم اللغات في العالم كله كل اللغات يا اولاد بتاخد من اللغة العربية بتاعتنا فقررنا نعمل ايه ان شاء الله قررنا طول الاجازة نفكركم دايما بالحاجات المهمة اللي انتو خدتوها في الدراسة طيب عندنا مثلا من الحاجات المهمة جدا اللي حضرتكو خدتوها ومهمة جدا في حياتك طب مهمة في ايه ان حضرتك دايما تعرف تنطق الكلام صح هل اقول الكلمة مرفوعة ولا اقول الكلمة منصوبة ولا اقول الكلمة مجرورة ولا ايه بالزبط يا اولاد لازم يا حبيبي نعتز باللغة العربية بتاعتنا طيب هنعتز بيها ازاي ان نحن هنتعلم القواعد النحوية كويس طيب حضرتك كنت بتتعلم القواعد عشان تخش الامتحان طب احنا دلوقتي فترة الاجازة طب عندكش اي ضغوط يا اولاد فعايزين نتعلم عشان المتعة يا اولاد عشان ننطق الكلام نطقا صحيحا كويس يا اولاد طب عندنا ايه النهاردة مصر هتساعد نا ب ايه النهاردة نعرف نتكلم مع بعض ازاي في الكواعد النحوية دي عايزيني تمانه يتكلم في يعنا كم قاعدة نحوية سهليك جدا وهيساعدوك جدا في حياتك. نبدأ باول قاعدة يا حبيبي. هي ايه? هي انا واخواتها. حضراتكم في التعليم الاساسي في الابتداء والاعدادي وكمان في الثانوي. مطالبين بانا واخواتها وكانا واخواتها. طيب. افكرك بانا واخواتها كده. ايه? كانت ايه هي يا اخوات انا? برافو عليك حضرتك فاكر انا واخواتها كويس. ايه هي. بص معايا كده على الشاشة. اهي. انا كانا ليت لعل لكن. قول معايا تاني. انا ها شاطر. انا كانا ليت لعل لكن. انت عارف ان الاخوات بيحبوا يعملوا زي بعض. فانا واخواتها بيحبوا يعملوا زي بعض. يا ترى ايه شغلهم بقى? افكرك بشغلهم. قال لي ان انا واخواتها اولاد هي حروف ناسخة. هي اسمها ايه? قول معايا تاني. حرف ناسخ شاطر. هي مش فعل. هي ايه شباب حرف? طب بيعملين حرف ده. قال لي حروف ناسخة تدخل على الجملة الاسمية. يعني بتدخل على الاسم فقط يا اولاد على الجملة الاسمية. طب بتعمل ايه يا حبيبي? قال لي تنصب المبتدأ وترفع الخبر. قول تاني. اخوات انا ايه? انا شاطر. انا كأن شاطر. ليت لعل لكن شاطر. طب دول بيعملوا ايه? لسه عيلين ان دول ايه يا اولاد نصبين. يعني ايه نصبين? تنصب المبتدأ وترفع الخبر. كلام كويس قال. طب تعالوا نشوف كل واحدة يا اولاد فييدتها ايه? بص معايا كده على الشاشة. شوف معايا ان اخواتها فييدتها ايه? قال لي. قال لي اول حاجة يا اولاد ان هي تفيد التأكيد. يعني تفيد تأكيد الكلام. طب لكن قال لي هو حرف يفيد الاستدراك. يعني ايه الاستدراك يا اولاد? هو منع المفهوم الخاطر. يعني ايه? يعني كنت انت فاهم كلام فلكن بتيجي تفهمك الكلام الصحيح. ده اسمه استدراك. يبقى ان للتأكيد شاطر ولكن للايه? للاستدراك برافع عليك. بص معايا تاني على الشاشة. يبقى قلنا ان للتأكيد. لكن للاستدراك. قال لي كأن تفيد التشبيه. يعني ايه التشبيه يا حبيبي? يعني بشبه حالة بحالة. فبتفيد التشبيه. كويس قوي. يبقى كأن للتشبيه. يبقى قول معايا تاني التلاتة. شاطر. ان تأكيد. نمرة اتنين. برافع عليك. لكن للاستدراك. طب كأن للتشبيه. برافع عليك. طب اللي بعده يا حبيبي. قال لي ان انا كأن. تعال نشوف ليتا بقى. ليتا تفيد ايه? قال لي ليتا تفيد التمني. بمعنى التمني هو تمنيك وخوع الشيء. كويس اوي. طب لعل قال لي بتفيد الترجي. يبقى كده يا ولاد خدنا فوائد اخوات ايه? يبقى عارفنا عملهم? ايه هي عمل انا? عمل انا واخواتها تنصب المبتدأ وترفع الخبر. برافو عليه. طب عارفنا يا حبيبي فوائد انا واخواتها. يلا اقولهم عاية تاني بقى انت تعلمتهم. انا وانا للتأكيد. برافو للاستدراك. برافو عليك. طب كأنه للتشبيه. برافو عليك. طب ليتا هي للتمني. طب لعلها هي للترجي. برافو عليك يا ولاد. طيب. كده عارفنا اخوات انا ورجعناهم كويس مع بعض. وعرفنا فايدة كل اداة من الادوات. واتفقنا مع بعض ان هي حروف ناسخة. طب بتعمل ايه الحروف ناسخة دي? زي ما اتفقنا. تنصب المبتدأ وترفع الخبر. طب تعالا كده نشوف مثال مع بعض. نكتبه مع بعض. ونتعلم نعمله ازاي يا ولاد مع بعض. قال لي انا واخوتها. قال لي مالها بقى انا واخوتها. قال لي انا واخوتها يا ولاد. مالها بقى يا مستر. قال لي دي نشوف المثال إن الولد مهذب إن الولد مهذب بص معايا كده إن لسه إليم إن إيه حبيبي أيوة شاطر برافو عليك أنت كده تعلمت صح إن تفيدي التأكيد طيب بتعمل إيه إن قال ليه هي من أخوات إن وهي تنصب المبتدأ وترفع الخبر يبقى أدع أعلم بها أعملها إيه يا شباب أهو يا شباب حرف ناسخ ماله بقى يا أولاد ينصب المبتدأ برافو عليك وماله بقى ويرفع الخبر أحسنت كويس يبقى قادي إنه وأخواتها يا أولاد أي واحد في الحروف يا حبيبي بعريبه إيه حرف ناسخ ينصب المبتدأ ويرفع الخبر كويس ده شغلته شغلة إنه وأخواتها مهمة جدا جدا معناها إيه إن الإسم اللي بعدها ما قولش عليه مبتدأ مع إنها جملة إسمية يا أولاد قمال إيه إنها بتغير بتنسخ يعني إيه يا أولاد باجي على الإسم المفروض يكون اللي بعده بتبقى مبتدأ مرفوع بالضمة بس إنها تنسخها يعني إيه تنسخها تغيرها يا أولاد فبقت إسم إنا طب وإحنا لسه متفقين إن إنا بتعمل إيه حبيبي برافو عليك تنسب المبتدأ وترفع الخبر يبقى لما جا أقوله على الولادة بص تعال نتطمن الأول إنها مكتوبة صح والغلق الولادة ها تنسب المبتدأ وترفع الخبر آه برافو عليك إنت كاتبها صح ليه؟ لإن إسم إنا منصوب يلا نكتبها إسم إنا ما له بقى مستر مش لسه قيلين حرف نسخ ينسب المبتدأ يبقى إسم إنا منصوب برافو عليك طب ده إيه بقى يا أولاد حضراتكو خدتوا قبل كده علامات النصب وإنت عرفت يا أولاد إن دايما النصب بدأ مفرد يبقى النصب دائما بالفتحة لو مثنى يبقى النصب دائما بالياء طيب لو جامع مذكر سالم يبقى النصب دائما برضو بالياء طب لو جامع مؤنس سالم يبقى النصب بإيه حبيبي بالكسرة كويس أول يبقى الولد ده إيه نوع من الحاجات اللي إحنا قلناها مفرد ولا مثنى ولا جامع مؤنس ولا إيه برافو عليك ده مفرد يبقى اذا هو اسم ان منصوب بالفتحة كويس اوه طب يلا نكمل احنا اتفقنا ان تعمل ايه تنصب المبتدى كده خلاص نصبنا الولد اهو وحطينا عليه فتح قال لي وترفع الخبر هو يعني ايه الخبر يا اولاد حضرتك خدت قبل كده مع استاذك الفاضل ان ايه الخبر هو الذي يكمل معنى الجملة يعني ايه يا اولاد يعني بيكمل المعنى لو الجملة معناها كمل يا حبيبي يبقى ده خبر طب تعالوا نشوف ان الولد مهذب الجملة معناها كمل مرفع ليه ايه ايه طبعا مصر معناها كمل عرفت ان الولد مهذب اذا المهذب دي اسمها ايه اسمها خبر ايه بقى خبر ان اه يبقى خبر ان ماله مش لسه ايليه ويرفع الخبر يبقى على طول تكتب عمل الخبر مرفوع طب بايه تعالوا نشوف حضرتكوا برضو خدتوا يا اولاد قبل كده ان الرفع بالضمة اذا كان مفردة او اذا كان جمع تكسير او اذا كان جمع مؤنة سالم طب شوف لي الكلمة مهذب اه ده مهذب واحد بس يبقى خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة يلا نكتبها خبر مرفوع وعلامة خبر ان مرفوع وعلامة رفعه رفعيه الايه بقى يا حبيبي الضمة كلام جميل خالص يبقى نبص تاني يا حبيبي للمثال كده اللي احنا اشتغلنا مع بعض هنلاقي هنلاقي ان انا واخواتها جمال جدا بيعملوا ايه بتنصب المبتدأ وترفع الخبر اوعى تنسى شغلها لانه ممكن يطلب مني يقول لي هات حرف يفيد مثلا التأكيد يا ولادي يبقى حضرتك عارف ان انا وانا للتأكيد لو قال لي حضرتك مثلا طلب منك قال لي حرف يفيد طب هات حرف يفيد الاستدراك اه ما انت لسه عارف ان حرف يفيد الاستدراك لكنه برفع ليه طيب التشبيه كأنه برفع ليه فلازم تاخد بالك كويس جدا يا حبيبي وتاخد بالك يا بنتي من ايه من فوائد الحروف بتاعة انا واخواتها كلام كويس اولاد يبقى كده عارفنا انا واخواتها ايه يلا قولهم معايا تاني ان ان كأن شاطر ليت ها قول معايا بقى ما تنامش مني برافو عليك لعل لكن برافو عليك بيعملوا ايه قال لي تنصب المبتدأ وترفع الخبر شاطر طيب معنى كده ان كل اخوات انا بيعملوا نفس العمل اه يبقى لو جال على ان هي تنصب المبتدأ وترفع الخبر كأن تنصب المبتدأ وترفع الخبر لعل تنصب المبتدأ وترفع الخبر وهكذا يا اولاد واخد بالك كويس جدا يا اولاد من العلامة العلامة ازاي يا اولاد لو كان مفرد والله يبقى تنصب بالفتح والله لو مثنة تنصب ديني مثال كده يا ولاد على المثنة قال لي زي ايه يا مستر قال لي مثلا لو جيت قلت يا حبيبي ان الطالبين وقال لي اكمل ان الطالبين وقال لي اكمل يلا تعالى نشوف انت فهمت الكلام ولا لا ان لسه اقلين على حرف نازخ ولا فعلي نازخ شاطر هي حرف نازخ طب قول لي عملها بقى ها لسه اقلين متفقين على العمل برفع ليك عشان ما تغلط يبقى حرف نازخ ينصب المبتدأ وما له بقى يا ابني ها برفع ليك ويرفع الخبر شاطر كده قلنا عمل ايه لنا طب حلو الطالبين شوف لي دي ايه مفرد ولا مثنة ولا جامعة ولا ايه يلا الاول نشوف اللي بعد انه بيعرب ايه اللي بيبقى اسمه اسم انه طب لسه اقلين الحرف النازخ ده ينصب الايه المبتدأ شاطر يبقى ده اسم انه ماله منصوب طب منصوب بايه تعالوا نشوف يلا انه الطالبين الطالبين ماله ياولاد ده مفرد ولا مثنة اسأل نفسك الطالبين اتنين هم ياولاد الطالبين اتنين يبقى ده مثنة وحضرتك عارف ان المثنة بينصب بايه برفع ليك اوعى تنسى ان المثنة دايما يرفع بالالف وينصب ويجرب الياء يبقى انا لما اجي هنا اكتب اسم انه منصوب اكتب اسم انه ايه منصوب بالياء شاطر طب ليه يا سلام عليك لو كذبت بقى لانه مثنة عشان انت شاطر وبتوضح الكلام يبقى انه حرف ناسخ ينصب امتدأ وارفع الخبر الطالبين اسم انه منصوب بالياء لانه مثنة لو جي قال لي اكمل بخبر مناسب اهو نكتب اكمل بخبر مناسب انا اعمله ازاي ده يا ولاد قال لي اكمل بخبر مناسب حضرتك انك تعمل ايه تشوف الخبر المناسب ايه هل الخبر هنا بتاعنا ينفع اجيب ان الطالبين مجتهد طبعا لا ده مثنة يبقى لازم اجيب الخبر بتاعه مرفوع ولازم اجيبه مثنة مرفوع بالالف يبقى ان الطالبين ايه يا شباب الاجابة المزبوطة برفع ليه ان الطالبين مجتهدان ان الطالبين مجتهدان طب يلا نعربه احنا لسه عالين ده اسم انه منصوب وعلمة ناس بولياء لان ده اسم انه طب ده الخبر اهو خبر انه ماله بقى مرفوع شاطر طب ده مثنة مثنة بيرفع بايه فكرني يا مستر شاطر شاطر ايه وعى تنسى مثنة بيرفع بالالف يبقى خبر انه مرفوع بالالف لانه مثنة كويس اولان يبقى تاني نشوف المثال الجميل ده ان الطالبين مجتهدان ان حرف ناسخ يا حبايب ينصب وابتدأ ويرفع الخبر اذا كانت الكلمة مثنة فايه تنصب بالياء ووعى تنسى ان الخبر دايما بيبقى مرفوع خبر انه مرفوع اشوفه بقى والله لو مفرد يبقى مرفوع بالضم لو مثنة يبقى مرفوع بالالف طب يلا ناخد مثال كده يا حبايبي على لو جمع مذكر سالم تعالوا نشوف يبقى ايه لو جمع مذكر سالم ياولاد نشوف كده هيتكتب ازاي وانه يبقى شغلها ايه وتعمل ايه لما نيجي نقول يا حبايبي ان العاملين ان العاملين نقط ها يلا بقى انت عرفت لوحدك انه تنصب المبتحرف ناسخ ينصب المبتدأ ويرفع الخبر رفع ليه العاملين اسم ان منصوبه علامة ونصبه ايه بقى ده جمع ولا مفرد ولا متنى ولا ايه اسأل نفسك شاطر العاملين ده جمع يبقى ده جمع مذكر سالم ينصب بالياء يلا نكتبه اسم ان ماله منصوب بايه قال لي بالياء طب ليه فاكر لانه جمع مذكر سالم رفع ليك طب ان العاملين ما لهم بقى العاملين ده جمعه عايزين الخبر لازم الخبر حضرتك يكون جمعه ويكون مرفوع اوعى تجيبه منصوب زي طب ليه زي ما اتفقنا ان ان نسخة الاسم يعني حولته من الرفع الى النصب بس الخبر زي ما هو لانها تنسب المتدأ وترفع الخبر اذا ان الخبر عمله ازاي هقول ان العاملين ايه هه مؤدبين ولا مؤدبون شاطر احسن تبرفع ليه انت قلت صح بص ان العاملين مؤدبون طب ليه قلتها كده يا مستر قال لي قلتها كده بسبب بسيط ان ده خبر ان مرفوع وبعدين بصتلي الكلمة لقيتها ايه جمع ولا مفرد الاقي جمع ما هو اسم انه منصوب بالياء يبقى لازم اجيب الخبر مرفوع طب جمع المذكر السالم يرفع بايه شاطر بالواو يبقى خبر ان مرفوع وعلامته رفعيه ايه يا حبيبي الواو كويس او طب ليه بقى للسائلين لانه جمع مذكر سالم كويس او يا ولاد كده اخذنا يا حبيبي كل الحالات بتاعت انه واخواتها الحالات كلها لو كان مفرد او لو كان المثنى او لو كان جمع مذكر سالم وعرفنا اخوات ان ايه يا ولاد ورجعنا مع بعض ان ان دائما نصابة يعني ايه هي تنصب المبتدأ وترفع الخبر لا تنسى يا حبيبي ان تنصب المبتدأ وترفع الخبر طيب في اولاد معانا برضو في دروسنا النهاردة عايزين نفكرك بحاجة مهمة برضو عايزين نفكرك بكانوا اخواتها طب كانوا اخواتها ما لها يا حبيبي قال لي يا حبيبي كانوا اخواتها دي بتيجي تعمل ايه قال لي كانوا اخواتها هي عكس انوا اخواتها فاكر انها بتعمل ايه ان تنصب المبتدأ وترفع الخبر وما لك انا بقى زي ما اتفقنا عكس انه شفت انك بتعمل ايه تنصب المبتدأ وما لك انا بايه شاطر تعالي على المبتدأ بقى ما تخليوش منصوب خلي برفوع يبقى ايضا هي ترفع المبتدأ وتنصب الخبر مرة كمان يبقى لما نيجي يا حبيبي نشوف انه اخواتها زي ما اتفقنا عليها تنصب المبتدأ وترفع الخبر واتكلمنا على كل حالتها وفوائد الحروف الناسخة طب كانوا اخواتها يا حبيبي زي ما اتفقنا هي عكس انه شوف انه بتعمل ايه اولاد انت ممكن حضرتك تعلم انه تعرف انه تنصب المبتدأ وتعرف انه كان العكس يعني انه نصابة تنصب المبتدأ وترفع الخبر وكانه هي ترفع المبتدأ وتنصب الخبر يلا نقارم ما بينلي اتنين يبقى انه تعمل ايه قول معايا شاطر تنصب المبتدأ وترفع الخبر العكس بقى في كانة طب كان بتعمل ايه هقول ايه عكس بقى انك بتنصب شاطر يبقى كانة ترفع المبتدأ وتنصب الخبر برافو عليه اذا يا اولاد عندنا اتنين عكس بعض ما بيحبوش بعض لانه بتحب كانة ولا كانة بتحب انة انه قالت انا هنصب المبتدأ وهرفع الخبر نشوف يا اولاد ايه هي انه واخواتها ونشوف شغلهم ايه. قال لي تعريف كان او اخواتها. قال لي تسمى بالافعال الناقصة ايضا لانها لا تكتفي بنفسها. قلنا يعني ايه ناقصة يا اولاد? يعني انا فاكر لما كنا بنقول حرف في انه واخواتها حرف ناقص ناسخ يعني ايه? يعني ما بيكتفيش بالاسم بس. ماينفعش اقول ان الطالب واسكت. وفي حاجة اسمها ان الطالب واسكت اولاد. ماينفعش. عشان كده اسمها ناقصة. يعني ايه بتحتاج لخبر كنت بقول ان الطالبة مهذب فمهذب هي عشان كده اسمها ناقصة يعني ايه بتكتفيش بالاسم محتاجة لخبر نفس الكلام فيك انا يا ولاد هي ناقصة يعني ايه ناقصة يا حبيبي لا تكتفي بالاسم وتحتاج الى امين يا حبيبي الى خبر يبقى هي لا تكتفي بالاسم وتحتاج الى خبر ما تكتفيش نفسها ولكن بتحتاج الى اسم وبتحتاج الى خبر تعال بص معايا على الشاشة وتعرف كانوا أخواتها بأنها أفعال ناسخة بص بقى كان إن واخوتها حروف ناسخة أما كان اللي عندنا دي أفعال ناسخة قارن لي تاني يبقى شوف المقارنة حكتين بصوات أوي إن تنصب كان ترفع إن حرف ناسخ كان فعل ناسخ شاطر قولهم معاية أنا عشان ما ننسيهاش إن تنصب كان ترفع إن حرف ناسخ كان فعل ناسخ شاطر طب تعالي نشوف يلا نبص تاني على الشاشة أفعال ناسخة تدخل على الجملة الإسمية فتقوم برفع المبتدأ بص معايا هي أولاد ترفع المبتدأ ليسمى اسم كان وتنصب الخبر فيصبح خبر كان يبقى بص بقى يبقى بتخدش على الجملة الإسمية زي ما اتفعل يصبح الاسم اسم كان ويصبح الخبر خبر إيه حبيبي كان برفع ليه تعالي نشوف طب إيه يا أخوات كان نحن لسه متفقين على إيه يا أخوات إيه إن أن كأن ليت لعل لكن واتفقنا على شغلهم تنصب المبتدأ وترفع الخبر شاطر تعالوا بقى نروح لإيه اللي كان وإخوات هنشوف دي إيه اللي بتعمل عكس إيه يلا أقوله معايا بص معايا على الشاشة كان أصبح أمسى ظل أضحى بات صار ليس ما زال ما برح من فك ما فتئ ما دام كويس أو يا أولاد دي كل إخوات كان أنت بس حضرتك عد عليك لغاية هنا يا أولاد اللي كان أصبح أمسى أضحى بات صار ظل ليس خط الغاية ليس بس يا أولاد هيتطلب منك في المرحلة الثانوية برضو إن شاء الله أخوات كانت اللي هي ما زال وما برح وما انفك وما فتئ وما دام كويس تعال بقى نبص عليهم ونشوف كل واحدة من دول من اللي بيجي منها المضارع من اللي بيجيش منها المضارع تعال نشوف قال لي القسم الأول هي الأفعال التي تكون قابلة للصرف يعني إيه أولاد يعني أقدر أجيب منها ماضي ومضارع وأمر ماضي ومضارع وأمر في أفعال من كانت وإخواتها أقدر أجيب منها الماضي والمضارع الأمر زي إيه بص معايا أول واحدة كان ممكن تجيب منها المضارع أهو يكون هات الأمر قول معايا أيها شاطر قول معايا ما تسكتش أهو كان المضارع يكون الأمر كن طب هتلي اضحى يلا جرب نفسك اضحى الماضي هتلم دارع يضحي شاطر طب الامر اضحي برافو عليك طب هتلي زلا هتلي منها كده المدارع والامر اهيه زلا يظل وبعدين ظل طب هتلي صارة شاطر صارة يصير ايوه برافو عليك انت قلت صح صر طب هتلي باتة في باتة يبيت وفي بت هتلي امسة في امسة يمسي وفي امسي هتلي اصبح يصبح واصبح تلاحظ ان القسم ده اي اولاد بتقدر حضرتك تجيب منه المدارع والماضي والامر كمان عشان كده اسمها افعال متصرفة يعني ايه بتعرف تتعامل معها تعرف تجيب منه المدارع والماضي خد بالك لو جه مدارع او جه امر او جه ماضي بيعمل نفس الشغل يعني ايه مستر بيعمل نفس الشغل يعني يرفع المبتدأ وينصب الخبر وحتنسى تقول على كل واحدة فيهم فعل ناسخ بس تشوف بقى والله لو جه يصبح يبقى ايه مدارع ولا ماضي برافع ليك يبقى مدارع طب عايزة اتأكد انه هو مدارع ايه مستر جرب السين ياولاد حط في يصبح سين سيصبح تنفع يبقى دي فعل مدارع برافع ليه طب كويس قوي جرب الامر جرب الماضي والله اذا كان اي حاجة من دول يبقى دي افعال متصرفة وده بيرفع المبتدأ وينصب ايه الخبر ده بالنسبة للقسم الاول ياولاد اللي بقدر اجيب منه المضارع والماضي والامر تعالوا بنا على القسم الثاني اللي هو تعالوا نشوف كده على الشاشة اللي هو ايه ياولاد بجيب الماضي والمضارع بس ما بقدرش اجيب الامر يا حبيب بجيب الماضي والمضارع فقط ديني المثال قال لي كأنا واخواتها في بقى افعال ما بيجيش على الماضي والمضارع بس زي ايه بص اول واحدة ما بارحة ممكن تجيب المضارع ما يبرح ما زالة ممكن تجيب ما يزال ما فاتئة ممكن تجيب ما يفتأ يبقى بقدر اجيب الماضي والمضارع الماضي ما انفكه ممكن تجيب ما ينفك يبقى حضرتك بتعمل ايه كده بتجيب الماضي والمضارع ده القسم الثاني يا اولاد اللي هي الافعال اللي فيها ما ما برحة ما زالة ما فاتئة ما انفكة كل الافعال المرتبطة بيه ما طب القسم التالت يا اولاد قال لي هي الافعال الجامدة يعني ايه الجامدة يا اولاد ما تقدرش حضرتك تجيب غير الماضي فقط لا بتقدر تجيب المضارع ولا بتقدر تجيب الامر يبقى كده عندنا تلات اخسام يا اولاد قسم بقدر اجيب منه ماضي ومضارع وامر زي كان يكون كون قسم بقدر اجيب منه الماضي والمضارع بس زي ما بارحة مثلا بتجيب ما يبرح ما فيش امر طيب ايه القسم التالت قال لي ها افعالي جامدة يعني ايه جامدة يا اولاد ما بتقدرش حضرتك الا تجيب الماضي فقط ما تقدرش تجيب لمضارع ولا تقدر تجيب امر بص معي على الشاشة ونشوف قال لي زي ايه مثلا? قال لي يا ولاد زي مثلا كلمة ليسة. قال لي ليسة دي هو فعل ماضي. جامد. يعني ايه جامد? حضرت ما تقدرش تجيب منه المضارع. ما تقدرش تقول يليس. ما تقدرش تقول ليس. ما ينفعش. يبقى عشان كده بتعمل ايه? بيبقى اسمه فعل اه ماضي جامد. نفس الكلام على بقس يا ولاد. ما بقدرش اجيب منه الفعل الماضي. كويس يا ولاد. بقدر اجيب منه الماضي بس ما بقدرش اجيب منه المضارع الماضي. طب لسه قالين اعرابك انا واخواتها. تعرب ايه يا حبايبي? اهي قدامة. تدخل على الجملة الاسمية. ترفع المبتدأ وتنصب الخبر. رفع ليه? ترفع المبتدأ وتنصب الخبر. قال لي ترفع المبتدأ وتنصب الخبر كده. تعال نشوف مثال زي ايه يا ولاد? قال لي في اول نوع من الخبر ممكن يكون خبر مفرد. زي ايه? يكون الخبر مكون من كلمة واحدة سكواء ان كانت مفردة او مثنة او جمع. تعالي نكتبه كده مع بعض ونشوف. لما يجي يقول لي ايه يا ولاد? لما يجي يقول لي يا حبايبي? تعال نكتب. كان التلميز مجتهدا. كان التلميز مجتهدا. يلا فكرني كان بتعمل ايه? شاطر. هي ترفع المبتدأ وتنصب الخبر. طب قول معايا هي فعل ناسخ ولا حرف ناسخ? برفع ليه? هي فعل. طب بص عليها ماضي ولا مدارعة? ده ماضي شاطر. يبقى فعل ماضي ناسخ. بيعمل ايه? اهو. شغله ايه بقى? يرفع المبتدأ وبعدين يا حبايبي وينصب الخبر. دايما خد بالك ان ده عكس ان. يبقى كان ترفع المبتدأ وتنصب الخبر. فاصل قصير يا احباب ان شاء الله ثم نعود بعد ذلك لنكمل المثال السابق اللي هو كان عندنا بيقول كان التلميز مجتهد. فاصل عودة يا حبايبي مرة تانية. تعالوا نكمل المثال اللي كنا بنتكلم فيه اللي هو بيتكلم عن ايه يا اولاد? عن كانة واخوتها. كنا لسه بنتكلم مع بعض يا حبايبي على انواع الخبر بتاع كان. وقلنا هو ثلاث انواع يا اما مفرد يا اما جملة يا اما شبه جملة. تعال نشوف المثال اللي احنا كتبناه مع بعض. ونعرب واحدة واحدة مع بعض كده. وآآ نمشي بالراحة. المثال كان بيقول يا اولاد كانت تلميزه مجتهدا. كان لسه يلين كان بتعمل يا حبايبي. هي عكس انه شاطر. طب ده فعل ولا حرف? شاطر? هي فعل ناسخ. طب بيعمل ايه? قلنا عكس انه. انه كان بتنصب. يبقى كانة ترفع. يبقى ده فعل ماضي ناسخ. يرفع المبتدأ وينصب الخبر. طيب. فين الاسم كانة? اللي بعد كان على طول. كانت تلميزه. يبقى التلميز يا يا حبايبي ده مفرد ولا مثنى ولا جمع? اسأل نفسك. تلميز ده تلميز واحد اهو? يبقى مفرد. يبقى ده اسم كان مرفوع. طب المفرد يرفع بايه? مرفع ليك انت قلت صح? يرفع بالضمة. يبقى اسم كان مرفوع وعلامة ورفعية الضمة. يلا نكتبه مع بعض. اهو اسم كان ماله مرفوع وعلامته ماله بقى يا حبيبي رفعيه الضمة. كلام جميل خالص. طيب تعالوا نشوف الخبر بقى. كانت تلميزه. لسه قالين ان كان بتعمل ايه? ترفع المبتدأ وتنصب الخبر. يبقى مجتهدا خبر. كان ماله بقى. مش لسه قالين اسم كان مرفوع. يبقى خبر كان ايه? قال لي تنصب الخبر. يبقى خبر كان منصوب. خبر كان منصوب بايه? مش ده مفرد? اه. قال لي خبر كان منصوب وعلامته نصبه. ايه بقى يا حبيبي? الفتحة. نقول تاني. خبر كان منصوب وعلامته نصبه الفتحة. يبقى نقول تاني يا حبيبي. عندنا ايه? عندنا كانت واخواتها بتعمل ايه? قال لي ترفع المبتدأ وتنصب الخبر. طيب. المبتدأ ماله بيبقى ايه? قال لي ده يبقى مرفوع. علي ان انا اركز كويس يا اولاد. يعني اكتبه ايه? كانت تلميزة ولا كانت تلميزه? ها? لو جيه حد نطع قدامك قالك كانت تلميزة. قل له اهف لو سمحت. كانت بتعمل ايه? ترفع المبتدأ وتنصب الخبر. يبقى الصح بتاعك تقول كانت تلميزه. ما تقولش كانت تلميزه? كانت تلميزه. طب ينفع اقول كانت تلميزه مجتهد. طبعا غلط. ما انت عارف ان خبر كان منصوب? يبقى الصح التح. كانت تلميزه مجتهدا. رفع ليه? يبقى لو حد تكلم قدامك ومثلا رفع الخبر بتاعك كان ما ينفعش. خبر كان منصوب. طيب. ولسه قاليني يا اولاد ان انواع الخبر بتاعك كان مفرد جملة شبه جملة. تعال نبص على الخبر كده اللي احنا كده مكتهدا. هي مكتهدا? دي كلمة واحدة ولا كلمتين? شاطر كلمة واحدة? طيب. هي بتدل على مفرد. والله لو كاتر لكي يا اولاد تدل على مفرد او مثناء وجمع. بد HAM كلمة واحدة يبقى على طول نوع الخبر هنا مفرد. يبقى مكتهدا. هنا نوع الخبر بتاعها ايه? هو خبر مفرد. كلام كويس خالص. طيب. لو جبنا يا اولاد مثال تاني جينا اقولنا ايه مسلا? جينا اقولنا ايه. كان الطالبان مؤدبين. كان الطالبان مؤدبين. يلا نشوف كان. برافو عليك فعل ماضي ناسخ ترفع المتضع وتنصب الخبر الطالبان اه اسم كان عشان كده جدناه مرفوع وقدام مثنى يرفع بالقالف يبقى اسم كان مرفوعه وعلامة رفعيه القالف طيب مؤدبين ها خبر كان مش ده مثنى شاطر يبقى ينصب بالياء يبقى خبر كان منصب بالياء طب موع الخبر هنا ايه بقى مؤدبين مش كلمة واحدة هتقول لي ما هي مثنى ها مصد هي بتدل على اتنين بس يا بتكتب ايه كلمة واحدة مالكش رعب الدلالة هي بتدل بتكتب كلمة واحدة يا ولادي انوع الخبر مفرد كويس طيب لو قلت يا اولاد كان الطلاب ما لهم بقى اولاد مؤدبين مثلا او مجتهدين لو قلت كان الطلاب ومجتهدين يلا نعرف كان فعل ماضي ناسخ يرفع المبتدأ وينصب الخبر الطلاب اسم كان مرفوع بالدم عشان جمعي تكسير شوف الخبر بقى مجتهدين جبناه خبر منصوب شاطر خبر كان منصوب طب ايه منصوب مجتهدين بص مجتهدين عارف ان جامع المذكر السالم ينصب بالياء يبقى خبر كان منصوب بالياء كويس يا اولاد طب مؤل الخبر هنا ايه في مجتهدين كلمة واحدة او مش كلمة واحدة برافو عليك انت ردت صح هي كلمة واحدة طب بتدل على جامع مالكش دعوة بالدلالة مدامة كلمة واحدة فلوع الخبر مفرد يبقى ايه هو الخبر المفرد يا حبيبي هو ما كان مفرد او جملة او هو ما دل على كلمة واحدة ومالكش دعوة بالدلالة ممكن تكون الدلالة دي كلمة بتدل على اتنين او على جامع مالكش دعوة مدام كلمة واحدة يبقى مفرد طب تعالوا نشوف يا اولاد من نوع التاني من انواع خبر كان يا حبيبي اللي اسمه ايه اسمه خبر جملة اسمية وخبر جملة ايه فعلية بص معايا على الشاشة كده يا اولاد بيقول لي ايه تنقسم خبر الجملة الى جملة اسمية وجملة فعلية الجملة الاسمية والجملة الفعلية معناها ايه اولاد ان الخبر يكون جملة اسمية او جملة فعلية نشوف كده المثال ده كان السائحون يصورون الاهرام طب يلا نشوف كان اعرف معايا بقى برفع عليك انت بتقول صح فعل ماضي ناسخ ماله يرفع المبتدأ وينصب الخبر السائحون بعد كان شاطر اسم كان مرفوع وعلامته رفعيه ايه شاطر الواو ده جمع مذكر سعلي ما هو فين الخبر كان السائحون مالهم ايه اللي كمل معنا الجملة اهو يصورون الاهرام لما نجي نبدأ بيصورون اسم ولا فعل طب ببساطة خالص اتاكد زي انه اسم او فعل جرب الالف ولا فيه يصورون تنفع تحط فيها الف ولا في عاجة اسمها قال يصورون لا طبعا اذا دي اسمها ايه فعل طب يصور فعل مضارع فين الفعل بتاعي يصورون اهو ياولاد واو الجماعة واو الجماعة لما بيجي في الفعل يبقى هو الفعل ياولاد يبقى ده فعل مضارع مرفوع وعلامته رفعيه سبوت النون والواو والجماعة ده فعل وفعل ياولاد وايه يل اهرامات مفعولون بيه منصوب وعلامات ونصب يهي الفتحة طب كل الجملة ايه يا حبيبي ده اسمية او ولا فعلية طبعا دي جملة فعلية اقول عليها ايه بقى شوف الجملة الفعلية في محل نصب خبر كان ايه لو ما تقولش جملة فعلية منصوبة بعد ما تخلص اعرام الجملة كلاها تقول ياولاد والجملة الفعلية في محل نصب خبر كان والجملة الفعلية في محل نصب خبر كان يعني جملة يصورون الاهرامات كلها هتعريبها لوحدها هتقول يصور فعل مدارة مرفوع بسبوية النون والووا والجماعة والاهرامات مفعولة بمنصوب بالفتح والجملة كلها يا حبيبي هتقول ايه والجملة الفعلية في محل نصب خبر ايه خبر كان برافو عليك طب تعالوا نشوف مثال تاني كده اصبحت الاهرام شهرتها واسعة لو الاهرامات كده بقت شهرتها واسعة يلا نشوف الاهرام هي اسمه اصبحت فين الخبر شهرتها واسعة نبدأ بكلمة شهرة نشوفها اسمه ولا فعل حط فيها الف ولام الشهرة اه تنفع يبقى دي جملة اسمية بربو عليه يبقى شهرته هو واسعة شهرة مبتدأ واسعة خبر والجملة الاسمية ما لها برضو يا ولاد برضو يا ولاد هتقول ايه في محل نصب خبر ايه خبر كان تعالوا هنشوف النوع التالت والاخير من انواع خبر كان اسمه خبر شبه جملة بيبقى ايه الخبر شبه جملة دي يا ولاد يا اما ممكن يبقى جر ومجرور يا اما يبقى ظرف زي ايه لما قول امست الاسماكه في الشبكة امست الاسماك في الشبكة يلا نعرف امست فعل ماضي ماله يرفع المبتدأ وينصب الخبر من اسم امست الاسماك شاطر اسم امست مرفوع بالضم في حرف جر شاطر الشبكة اسم مجرور وعلامة جره الكس طب الاتنين على بعض جملة ولا شبه جملة شاطر انت تعلمت قبل كده يا ولاد ان الجر والمجرور اسمه شبه جملة ايه واحد انساه بقى يبقى هتقول ايه شبه والجر والمجرور اللي هو شبه الجملة في محل نصب خبر امست مثال تاني على الزرف صارت الطائرة وبين السحب اهي بين زرف مكان السحب مضافء ليه وشبه الجملة كلها ما لها يا ولاد في محل نصب خبر ايه خبر صار كلام كويس خالص يا ولاد تعال نكتب مثال تاني كده ونشوفه مع بعض بيقول لي ايه ولاد بيقول لي اضحى الطلاب في المكتبة تعالوا نشوف كده اضحى الطلاب في المكتبة نبدأ بقضحى يلا شوفها ماضي او مدارع شاطر ده فعل ماضي ماله ها قول معايا بقى برفع ليه فعل ماضي ناسخ ها بيغير بيخلي الخبر منصوب وبيخلي الاسم مرفوع بيعمل بقى يرفع المبتدأ وينصب برفع عليك الخبر كلام كويس خالص من اللي اضحى الطلاب شاطر الطلاب ماله بقى اولاد قال لي الطلاب اسم اضحى ماله بقى يا حبيبي لسه علين مرفوع يبقى اسم اضحى ماله مرفوع وعلامة رفعيه الايه بقى يا اولاد اضحى برافو تعالي تشوف الخبر ونوعه ايه قال لي الخبر نوعه ايه يا اولاد قال لي الخبر نوعه في المكتبة طفين تعارف حرف ايه شاطر اوعى تنسى حرف جر مبني لا محل له من الاعراب اوعى تنسى تاني حرف جر مبني لا محل له من الاعراب اللي بعد حرف الجر اهو اسم مجرور وعلامة جريه ما له بقى يا حبيبي الكاسرة برافو عليك طب حدد لي بقى في المكتبة دي يا ترى مفرد يعني كلمة واحدة لا دي كلمتين يا ترى جملة اسمية لا طبعا مش بدقة باسم دي بدقة بحرف يا ترى جملة فعلية لا طبعا مش بدقة بفعل امال دي ايه يا ولاد في المكتبة اللي اسمها شبه جملة يلا اللي اكتبها شب الجمل ما له بقى هتكتب بقى اللي احنا اتفقنا عليه في محل نصب خبر اضحى اهي يا ولاد في محل نصب خبر ايه اضحى يبقى نقول تاني يا حبيبي يبقى اذا كاني اذا جالي اي واحدة من كانت اخواتها تعرف ان بتعمل عكس انه مباشرة يعني ايه بتعمل عكس انه مباشرة يا ولاد يعني ترفع المبتدأ وتنصب الخبر برافو عليك ودايما تفرق تعمل الاتنين عكس بعض يا ولاد تعرف انه انه تنصب وكانه ترفع طب تعرف انه انه حرف ناسخ وتعرف انه كان فعل ناسخ وتشوفك انا واخوتها دي ايه ماضي ولا مضارع ولا امر اضحى دي مثلا يا ولاد فعل حصل وانتهى ده ماضي يضحي مضارع او يضحى يا مضارع لو عندي الفعل جاي امر اشوف يا ولاد وبعدين قال لي ترفع المبتدأ وتنصب الخبر قال لي بين نوع الخبر اشوف والله اذا كان الخبر كلمة واحدة فالخبر يكونوا مفردا والله اذا كان الخبر جملة اسمية مكونة من كلمتين والله ممكن يكون الخبر جملة فعلية مكونة من فعل وفعل ومفعول لازم حضرتك تركز كويس جدا اولاد في خبر كانوا اخواتها وتعرف ايه نوع كلام جميل خالص اولاد طيب يلا ناخد مثال تاني كده على كانة ونشوف بتشتغل في ايه وبتعمل ايه قال لي لما يجي يقول لي مثلا ايه اولاد لما يجي يقول لي اصبح المجتهد ناجحا بص بقى اصبح المجتهد ناجحا يلا تشوفوا اصبح تبع انا ولا تبع كانة برافو عليك دي تبع كانة طب كانة فعلة ولا حرف شاطر ده فعل طب بيعمل ايه اللي يرفع المجتهداء وينصب الخبر قول معايا كده وانت شاطر يبقى فعل ماضي ناسخ يرفع المبتدأ وينصب الخبر طب المجتهد بيعمل ايه بعد اصبحه يبقى اسم اصبحه ماله مرفوع ماله وعلامته رفعيه اللي ايه بقى يا حبيبي اتضم برافع ليه يبقى ركز كويس جدا هلاقي علامة رفعه طب ليه اتضم يا اولاد قال لي انه مفرد طب الخبر هنا قال لي الخبر هنا كلمة ناجحا ماله بقى قال لي ده خبر اصبحه ماله اولاد قال لي خبر اصبحه بص فيه كويس جدا مش ده مفرد اه يبقى منصوب بالفتحة طب السؤال بقى الخبر المنصوب بالفتحة ده نوعه ايه ناجحا مش ده كلمة واحدة اه برفع عليك بدام كلمة واحدة يبقى ايه يبقى نوعه مفرد يبقى نوعه ايه شباب مفرد طب لو قلت اصبحت طالبه يجتهد يبقى نوع الخبر هنا ايه شاطر يجتهد دي جملة فعلية يبقى نوع الخبر هنا جملة فعلية طب لو قلت اصبحت المجتهد في المكتبة مثلا بقت فيه حرف جر والمكتبة اسمه مجرون يبقى اسمها شبه جملة يبقى انا ممكن يا ولاد اجيب الخبر زي ما انا عايز بس لازم اركز فيه كويس اشوفه يا ترى انت بفرد ولا جملة ولا شبه جملة بكده يا حبايب ينكون عملنا ايه النهاردة رجعنا على الحاجة مهمة جدا جدا ليه كانوا اخواتها وانا واخواتها دي من النواسخ يا ولاد ودي دايما اخد بالي وانا ضمت الكلام مش شرط يا ولاد يكون جايلك انت حانو وانت عايز تجيب فيه الدرجة النهائية لا عشان حضرتك وانت بتتكلم ما ينفعش تقول كان المجتهده غلط ليه لان المجتهد بعد كان يبقى ده اسم كان يبقى مرفوع يبقى لازم تحط عليه ضمة يبقى تقول كان المجتهده لما تجيب انا ما ينفعش تقول انا الطالبه غلط يا ولاد ليه ما انت لسه متعلم ان انا تنسب المبتدأ وترفع الخبر واتفقنا ان انت بتتعلم عشان تنطق لغتك الكريمة صح لغتك العظيمة صح فتقول ان الطالبه مش ان الطالبه طب ليه ما يستر لان ان تنسب المبتدأ وترفع الخبر تعالوا بنا يا حبيبي للجزء التالت النهاردة ان شاء الله في حلقتنا الكريمة وهو الفعل الماضي يا ولاد ما له بقى يعربه ايه مبني ده ولا معرب ولا ايه وايه وايه حكيته ومبني على ايه تعالوا نشوف يا ولاد قال لي بناء الفعل الماضي بص معايا على الشاشة كده يا حبيبي قال لي الفعل الماضي قال لي ما له ده يا ولاد قال لي يبنى الفعل الماضي أولاً الفعل الماضي هو ما إيه يا أولاد قال لي هو ما دل على حدث حدث وانته كويس ماله بقى قال لي اللي دل على حدث حدث وانتهد قال لي ماله ده بقى يا أولاد قال لي دايماً مبني اوعد جيبه مرفوع أو منصوب ده دايماً مبني يبقى دايماً الفعل الماضي إيه مبني اوعد تقول عليه فعل ماضي مرفوع أو قلت تقول عليه فعل ماضي منصوب غلط يا أولاد دايماً تقول عليه إيه يا حبيبي فعل ماضي مبني طب ما ابني على ايه بقى هي دي الشطرة بتاعتها يلا نبدأ اول حالة قال لي يبنى على الضم بص معاي على الشاشة قال لي يبنى على الضم يا ولاد اذا اتصلت دي الفعل الماضي واو الجماعة يبقى انت عارف ان الفعل ما بيقبلش الاف ولاب ما ينفعش تقول اهل ضربة يبقى ده فعل ماضي كويس طب تتاكد معاي يبقى اكد على كل فعل ما بيقبلش الاف ولاب لو الفعل الماضي جي في اخر واو جماعة على طول وانت مغمض تقول عليه ده المثال معايا. المسلمون انتصروا على اعدائه. المسلمون يلا ابدأ معايا المسلمون اسم ولا فعل. شاطر اسم. فاول الجملة انت عارف يا عرب مبتدأ. يبقى ده مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو. انتصروا. انتصر اسم ولا فعل? حط في انتصر الف ولا الفي. عجز ما قال انتصر? لا طبعا يبقى ده فعل. طب حط فيه واو الجماعة. انتصروا. ها? يبقى ده فعل ماضي مبني علاء. مش لسه اقلين لو اتصل بيه واو الجماعة في الاخر. في هو او الجماعة هو يبقى مبني على الضم يبقى بص الاعراب انتصروا. فعل ماضي مبني علاء الضم. ليه يا ولاد? لاتصاله بواو الجماعة. طب فين الفعل بتاع انتصروا? هي نفسها او الجماعة يا ولاد. والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فعل. قول معايا تاني يبقى انتصروا شفها اسم ولا فعل? هتلاقي فعل ماضي شاطر فعل ماضي ماله بص على اخره. والله فيه هو جماعة يبقى فعل ماضي مبني على الضم ليه قال لي الاتصال هي بواو الجماعة طب والواو نفسها تعرب ايه قال للواو تعرب ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فعل يبقى في حالة واحدة يا ولاد للبناء على الضم ايه هي يا مستر قال لي اذا اتصل في اخروا واو الجماعة زي بص شاربوا لعبوا دخلوا لابسوا بصيلي كده دخلوا دخل فعل ماضي فيه في اخيرها واو جماعة رفع عليك صح يبقى ده فعل ماضي مبني على الضم لعبوا لعبة فعل ماضي هما بيقبلش الالف واللام فيش حاجة اسمها اللعبة طب في واو الجماعة اه طبعا يبقى ده فعل ماضي مبني على الضم الاتصال هي بواو الجماعة طب الواو يا ولاد اللي جايف فعل قال لي يعرف دمير مبني في محل رفع فعل قول تاني يعرف ايه دمير مبني في محل رفع فعل دي اول حالة عندنا يا ولاد يبقى قول معايا بقى الماضي تصل باخر واو جماعة يبقى مبني على الضم وانت مغمت بقى يلا اعريب لي كده شاربه رفع ليه كنت عربته صح فعل ماضي مبني على الضم والواو ضمير مبني في محل رفع فعل يلا نروح للحالة التانية يا حبيبي قال لي يبنى على ايه قال لي يبنى على الفتح امتى يبنى على الفتح بقى قال لي اذا اتصل به الف الاثنين يعني ايه الف الاثنين يا ولاد الفعل ملتصل بيه. الف الاثنين في الاخر. بص الطالبان نجح بص كده للفعل الطالبان نجح هتلاقي نجح دي ما له يا ولاد. هتلاقي نجح ادي يا حبايبي. الطالبان مبتدأ مرفوع بالالف ونجح فعل ماضي مبني على ايه? قال لي علي الفتح. طب ليه ما كنت تطلع علفتح? عشان اتصل بيه الف الاثنين. يبقى لو اتصل بيه وهو الجماعة يبقى مبني عالضمن. لو اتصل بيه الف الاسنين. captive علفتح اشاط قول دي تاني كده. مش دي اتنين? شاطر مبني عالفتح. طب شاربو. شاطر مش دي واو جماعة يبقى عالضم. يبقى فرق ما بين الاتنين. واو جماعة يبقى عالضم. قال لي في الاتنين يبقى عالفتح. شاطر. ايه الحالة التانية اللي عالفتح? يلا نروح لها. قال لي اذا اتصل بيه تاق التأنيث الساكنة. زي لما قولي الطالبة نجحت. بص معايا. الطالبة نجحت. نبدأ الاول الطالبة مبتدأ. نجحت. فعل ماضي مبني على الفتح. طيب رفع ليك. طب ليه مبني على الفتح? الاتصالي بتاق التأنيث الساكنة. يبقى كده في حالتين للبناء على الفتح يا حبيب. لو فيه الف الاثنين او لو فيه تاق التأنيث. قول معايا. الف الاثنين. ايه? فتح ولا ضم? شاطر فتح. طب بتاق التأنيث. لما اقول ايه? اه شيماء كتبت. او الطالبة كتبت. الطالبة مبتدأ مرفوعه علامة رفع الضم. طب كتبت. ده ايه اولاد? قال لي ده فعل ماضي. ماله بقى مبني على ايه? قال لي مبني على الفتح. لما اقول ماها لعبت. لما اقول ماها مبتدأ ايه? لعبت. فعل ماضي مبني على الفتح. طب ليه اولاد على الفتح الاتصالي بتاق التأنيث? لما اقول جودي كتبت. جودي اه هي مبتدأ وكتبت فعل ماضي مبني على الفتح. لما اقول جانا درست درست هي فعل ماضي مبنية على الفتح ليه اولاد الاتصالي بتاع التأنيس كده يبقى احنا عندنا حالتين للفتح وحالة للضم فكرني كده بحالة الضم شاطر يبقى مبنية لو فيه واو الجماعة فكرني كده بحالة الفتح لو فيه الف الاثنين شاطر او لو فيه التأنيس يلا نروح للحالة التالتة اللي هي مبنية على الفتح قال لي ايه اذا لم يتصل به شيء يعني ايه اولاد اذا لم يتصل به شيء يعني يا حبيبي لو الفعل جي من غير ما بيتصل باي ضمير خالص زي لما قولي الطالب نجح الطالب شارب الطالب اكل بص على اخر الفعل درسة فعل ماضي اتصل بي حاجة يبقى ما بنى على الفتح شاطر نجح اتصل بي حاجة لا يبقى فعل ماضي ما بنى على الفتح يبقى يلا يلا نكمل كده يبقى يبقى انا كده عندي تلت حاجات تلت حالات للبناء على الفتح يا ولاد ايه هو الف الاسنين والتقنيس واخر حاجة ايه حبيبي اللي هي اللي يتصل بي شيء اخر حالة يا ولاد في البناء عشان نختم مع بعض قال لي اذا اتصل بيه تقل فاعل زي سمعته بص معايا سمعته ده مبني على السكون اللي اتصل بيه تقل فاعل لو فيه نول النسوة يا ولاد اقول اسهم بص اسهم ده فعل ماضي وفيه نول النسوة يبقى برضو مبني على السكون يبقى حالات البناء على السكون لو فيه نول النسوة يبقى مبني على السكون لو فيه تاق الفاعل مبني على السكون برضو يا أولاد لو فيه نال فاعلين الفاعل في الآخر زي انتصرنا قال لي إذا اتصل بيه نال فاعلين يا أولاد يبقى مبني على السكون بكده يا حبيبي نكون عرفنا كل حالات بناء الفاعل الماضي اللي هي تلت حالات مبني على الضم لو اتصل بيهوهو الجماعة مبني على الفتح لو اتصل بيه ألف الاسنين أو تاق التعنيس أو ما اتصلش بيه حاجة أو لو مبني على السكون لو تاق الفاعل أو نول النسوة أو نال فعله بكده يا حبيب نكون وصلنا إلى ختام هذه الحلقة نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن نكون استفادنا أولاد مع بعضنا البعض وإن شاء الله إلى اللقاء في حلقة غديدة لنتعلم فيها درس جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته